الثامنة صباحا بتوقيت القاهرة السادسة بتوقيت جرينيتش موجزوا الأخبار من التلفزيون المصري أهلا بكم وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي بمواصلة العمل المكثف في جهود التطوير والتحسين لمنظومة التقاضي وتحديث آليتها بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة وخلال اجتماعه مع وزير العدل المستشار عمر مروان شدد الرئيس السيسي على تطبيق القانون بكل أمانة ونزاهة ومسواء تأكيدا لسيادة القانون على الجميع بلا تمييز وحماية حقوق المواطنين والمجتمع كما اطلع الرئيس السيسي على إجراءات تفعيل قانون التحالف الوطني للعمل الأهلي أكد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي وجود توجيهات رئاسية بسرعة الإفراج الفوري عن البضائع بمختلف الموانئ خاصة السلع الغذائية والأدوية والأعلاف ومسلزمات الإنتاج كما أكد مدبولي خلال اجتماع لمتابعة موقف حركة البضائع والشحن في الموانئ المصرية أن الدولة مستمرة في إجراءاتها الإصلاحية فيما يتعلق بدعم قطاع الصناعة بهدف زيادة التصدير وكذا قطاعات الزراعة والسياحة والاتصالات كما أشار رئيس الوزراء إلى الاهتمام البالغ الذي يوليه الرئيس السيسي بمتابعة موقف المناطق السكنية التي تم تطويرها ونقل سكان المناطق غير الآمنة قال وزير الخارجية سامح شكري إن أي خطة لإدخال المساعدات إلى قطاع غزة لا بد أن تنفذ سريعا وخلال مؤتمر صحفي مع نظيرته الهولندية هانكي بروين سلوت أوضح شكري أن المساعدات غير قادرة على الدخول بسبب إجراءات إسرائيل مطالبا بضرورة وقف فوري لإطلاق النار وزيادة المساعدات إلى غزة كما شدد وزير الخارجية على رفض مصر لأي محاولة لتهجير الفلسطينيين من غزة أكد السفير أسامة عبدالخالق منذوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة أن البعض حاول تضييق الخناق على وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأنروع وخلال كلمته أمام مجلس الأمن أكد عبدالخالق الحاجة إلى احترام وكالة أنروع مضيفا أن مصر تطالب مجلس الأمن بالتضامن مع الوكالة الدولية لضمان حماية الشعب الفلسطيني من تدهور الأوضاع الإنسانية استشد عشرة فلسطينيين أصيب آخر غالبيتهم من الأطفال والنساء في غارات نفذتها طائرات الاحتلال الإسرائيلي على عدة مناطق في قطاع غزة وأكدت مصادر طبية سقوط الضحايا في قصف إسرائيلي استهدف منزلا قرب المستشفى الأوروبي شرق خان يونس جنوب القطاع ليرتفع عدد الشهداء جراء غارات إسرائيلية على منزلين في مدينة رفح الفلسطينية إلى 19 شهيدا كما قصفت طائرات الاحتلال ثلاثة منازل في بلدة الفخاري شرق خان يونس دون إصابات وأطلقت زوارق الاحتلال قذائفها صوب شاطئ بحر بيت لهيا شمال القطاع أعلنت القيادة العسكرية المركزية الأمريكية أن قوات الحوثي استهدفت سفينة الحاويات MSC Sky 2 في خليج عدن بصاروخين باليستيين مضادين للسفن في خليج عدن وأضافت القيادة المركزية أن أحد الصاروخين أصاب السفينة ما تسبب في وقوع أضرار لافتة إلى أن التقارير الأولية تشير إلى عدم وقوع إصابات ولن تطلب السفينة المساعدة ووصلت طريقها انتهى موجز الثامنة وعودة لاستكمال باقي فقرات برنامج صباح الخير يا مصر بعد الفاصل